الحقيقة كل التحية لنجوم منتخبنا الوطني على هذا الأداء الرائع الحقيقة أو بلاش الأداء الرائع الثلاث نقاط اللي قدرنا نتصدر بهم المجموعة لأنه أنا الحقيقة برضو زي زي بقية الناس معترض على الأداء وكل حقيقة مش معترض لكن أنا كراجل لعبنا في هذا الأماكن في الأماكن الأفريقية والعبنا تشكس عالم كتير والكلام ده كله عايز أقول لحضراتكم أن مثل هذه المباريات تكسب ولا تلعب الله العظيم أنا بالنسبة لي أنه نبقى عندي ست نقاط وبعد كده السنة الجاية إن شاء الله ربنا يكرمني ونصل أعتقد في أكتوبر اللي جاي بقية التصفات حتكتمل في أكتوبر اللي جاي فما عنديش أي مشكلة أن أنا أخد الست نقاط الأول وبعد كده يحلها ألف حلال بعد كده نشوف اللي هيحصل إيه مصر أصبحت أو منتخب مصر أصبح منتخب له ثقل كبير جدا جدا زي ما حضرتك شفت دي من الرسائل اللي بتتبعت النهاردة الرسائل اللي بتتبعت النهاردة خلي بالك ممكن ما يكونوش ناس كتيرة شافت المباراة وبالتالي هو شاف إن منتخب مصر كسب منتخب سيرليون 2-0 وكسب منتخب جيبوتي 6-0 وبالتالي آه هم تصنيف أقل منك بكتير ولكن في نفس الوقت ميسجز أو رسائل لكل المنتخبات أنا منتخب مصر أنا جاي حلعب إن شاء الله حاخد بلدي وحوصل لكاس العالم 20-26 أي حاجة تانية مش حقدر أتكلم فيها أنا عايز أكسب فقط ثلاثة نقاط يخلوني أبقى عندي ست نقاط وبالتالي أنتظر بقى اللي جاي أريح لغاية السنة الجاية وأشوف بالنسبة للتصفيات بينهم طبعا هيكون كاس الأمم الأفريقية اللي أتمنى أن يظهر منتخبنا بهذا الشكل إن شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى عندنا كلام كتير جدا فيما يخص تصفيات كاس العالم إن شاء الله تكون السنة اللي جاية وبعد كده بقى نتكلم أيضا عن كاس الأمم الأفريقية وما يحدث في كاس الأمم الأفريقية